السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لوقاتكم يا رب حبايب ان شاء الله للجميع تكونوا بخير زلت فيديو سابق عن شك انرجي شك الطاقة انه كيف منقدر نصرف شك الطاقة للناس اللي عندهم الشك طبعا انا هذا الفيديو ليش عملتوا انه فيه ناس طلبت مني انه طيب نحنا ما عنا شك ما وصلنا شك نحنا شلوم نعف انه اصلا بطلعنا شك او لا نحلمكم اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو كيف تعرفوا ازا عنكم شك او لا وزا ما عنا كون شك شو لازم تعمل وهلا منتكل على الله وبسم الله هلا اول شي بنفتح الرابط هاد بطلعنا هاي بننزل لتحت هون هلا بننزل لتحت لهون نحنا الفيديو السابق اشتغلنا بهي اول واحدة هاي انه نحنا بنستخدم الشك اليوم ان شاء الله لحنا ندخل على هاي اليوم بنعرف نحنا بيحقلنا او ما بيحقلنا بنضغط على هاي هلا هون بطلبوا مننا رقم الفيسكال اصدقائي رقم الفيسكال موجود على الورقة تبع الضريبة اه موجود عليها بيانات وكذا فبيكون موجود عليها رقم الفيسكال هلا انا لحط رقم اه رقم فيسكال تبع يعني احد الاشخاص اللي انا بعرفه طبعا هاد الشخص ما بيطلع له ما بيحقل له شك الطاقة انا اعطيتكم هذا المثال حتى اوضح لكم الفكرة رح نحط الرقم ونضغط على كونتينوي وهلا حبابي شوفوا شو شو طلع لي هاي الجملة هاي العبارة انه يعني بالمختصر المفيدة اعطيكم ياها انه الشخص اللي انا حطرت له رقم الفيسكال تبعه هاد الشخص غير مؤهل لان يطلع له شك الطاقة طب هلا هون شو بنا نساوي نحنا هون اللي حنكمل لنشوف هو افتراضيا هاي افتراضيا بيطلع له او ما بيطلع له هلا هون اول سؤال انه انا مقيم بفرنسا من واحد من واحد شهر الاول 2019 بنحط له نوي طبعا اذا نو بتحطوا نو ما بيأثر اللي تجاوبه على حسب انتو وضعه كون انتو شو هو السؤال التاني اذا انا عندي اه سكن باسمي بحط على وي عندي عقد بيت ملكية بيت باسمي بحط على وي طب مين هنا الاشخاص بيحطوا على نوع الأشخاص اللي ساكنين مثلا بسكن جامعي هنا الأشخاص اللي ساكنين بشقة بيدفعوا أجارة بس الشقة مو قلون الشقة هي مثلا تابعة لمنظمة والشقة باسم المنظمة يعني حتى بالعقد تبع الأجارة مكتوب باسم المنظمة وليس اسم الشخص هذول بيحطونه أو الناس اللي عادين مثلا بكارفانة أو بسيارة أو بشاحنة إلى آخر كمان بيحطونه حطوي أنا لأنه مثلا أنا عندي آآ أجار بيت عم بدفع أجار بيت وأنا عمدي عقد بيت وأنا صاحب العقد بنعمل على هلا بعدين بتطلعنا هاي أصدقائي هلا هون بالحقل الأول بدي حط كم شخص عندي بالبيت فوق 18 سنة يعني أنا مثلا بتجوز نحنا اتنين هنا ومرتيت شخصين طيب إذا عندي ولدين ولد عمره فوق 18 سنة ولد عمره تحته 18 سنة الولد اللي فوق 18 سنة هون بدي حطه يعني نحنا صلنا ثلاثة الولد اللي عمره تحت 18 سنة بدي ينحط تحت فهو يعني نحط هون واحد يعني نحنا أربع أشخاص بهذه الطريقة هاي طيب إذا أنا عندي ولد فوق 18 سنة ولكن هذا الولد من ذو الاحتياجات الخاصة إذا كان من ذو الاحتياجات الخاصة بده ينحط تحت ما بينحط فوق حتى لو كان فوق 18 الحقل التحتاني هو اللي تحته 18 وللناس يلي عندن ذوي احتياجات خاصة لحط العدد الأصلي للشخص يلي عم ساوله إياها وبعمل على continue هلا هون بيطلع لي هاي بتحطوا على هاي التحتانية وبتكن تحطوا ليك revenue fiscal de reference بدكن تحطوا الرقم يلي هو اسمه revenue fiscal de reference كمان موجود على ورقة الضرائب بتحطوا بتعملوا على continue هلا حبابي هون متل ما يكون شايفين طلع عندي هيك عم يقولوا إنه بالنسبة للشي اللي انت حطيته المعلومات اللي انت عطيتنا ياها فأنت يعني مؤهل إنك أنت يكون عندك شيك طاقة يعني بالنسبة للمعلومات عطيتنا ياها فأنت مؤهل إن يكون عندك شيك طاقة وبدأ تكون شيك الطاقة بالسعر الموجود هون هو 240 يورو بس هون حطين تحت إنه هاي المعلومات اللي أنا ذكرتها هي معلومات خاصة فيني ممكن تكون صح ممكن تكون غلاطة يعني هاي هذا بشكل افتراضي هذا اسمه فحص افتراضي الدولة غير معنية في ولا يؤخذ بعين الاعتبار الدولة بس تاخد بعين الاعتبار اللي هي المعلومات الموجودة عندها فنحن شو بنا نعمل بهذه الحالة هاي لازم نتواصل معه لحتى أن نخبره هلا فيلي صديق السنة الماضية عملت له نفس الحركة وهيك طريقة هاي عطوني هالوضعية هاي وقالوا إنه هو ما بيحقل له وما تواصلنا معه أموهن السنة اللي بعدها عطوه بصراحة شك طاقة يعني ما بعف إذا هي صدفت إنه إنه نحن عملنا هذا التحليل أو ما ستفت هاي النقطة ما أنا متأكد منها فما فيني يكون يعني عط أجزم فيها ولكن الشي اللي بقدر إنه أجزم فيه إنه إذا تأكدتوا إذا حطرتوا المعلومات وتأكدتوا إنه هاي طلعت لكم إنه إنتوا بيحق لكم فشوفوا شو بكم تعملوا منيجي لهون لأول الصفحة اللي فتنا عليها مننزل لتحت للأخير منضغط على هاي ومدل ما يكون شايفين يا بتتواصلوا معهن عن طريق آآ الإيميل بكم تضغطوا على هاي لحظة تتواصلوا معهن تعبوا بيانات وكزا يعني عطوا تتصلوا فين عن طريق التليفون هاد طبعا هذا مجاني بتقولوا له إنه أنا عملت الإختبار وأنا بيطلع لي بس أنا ما بعف ليش مطالع لي بتقدموا طلب يا بيبعطوا لكم يا يعني يا بيبعطوا لكم الشيك هاي السنة يا بيبعطوا لكم الشيك السنة الجاي بس أنا آآ والله أعلم والله أعلم حسب الحالات اللي مرت على رأسي باعتقد إنه يبعطو لكم يا هاي السنة باعتقد والله أعلم يعني فين يحطو لكم نسبة سبعين بالمية إنه يعطو لكم يا هاي السنة وهيك حباب نكون وصلنا للنهاية بتمنى أن يكون عجبكم الفيديو إذا عجبكم حطوا لايك وشتركوا بالقناة ولا تنسوا إنه اتشاركوا الرابط هذا الفيديو تبعطوا للناس لحتى يستفاد أكبر عدد ممكن وخبروا الجميع اللي حواليكن اللي حاب يشترك يشترك وقناة مفتوحة للجميع وأهلا وسهلا بالجميع اللي عنده سؤال يبعط لي على الإيميل اللي حطو لكم يا بالصندوق الوصف أو بتدخلوا على مدد السورين بفرنسا كمان حاططوا الرابط في ناس كتير بتفهم بهالقصص هي بتفهم بالقوانين ويساعدوكن بدي إياكم نديروا بالكم على حالكم والسلام عليكم وعطى الله تعالى وبركاته